قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد المؤمنون الصادقون ينصعون لحكم الله وحكم رسوله أخبر الله تبارك وتعالى عن صفة المؤمنين المؤمنين بالله ورسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون إذن ما يعرض النار المنافق ويقول أنا لست بكافر قوله لا يفيده شيء جهنب أمامنا والموت آتين إنما ينتبه لنفسه إن كان يفقه ولكن ربنا يقول ولكن المنافقين لا يفقهون يقول سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أي إلى حكم الله وحكم رسوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له مهمتين المهمة الأولى أن يبلغ القرآن والمهمة الثانية أن يوضح القرآن ويشرحه ويحكم به فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم الله فالمؤمنون إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله حكم الله في القرآن وحكم رسوله في السنة بعد وفاته قالوا سمعنا وأطعنا الصادقون في إيمانهم يقبلون حكم الله وحكم رسوله وينصعون له لأنهم يؤمنون أن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يضمن الحق ولو كان على أنفسهم ولو حكم عليهم يقبلون حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا العمل بحكم الله هو مظهر من مظاهر الإيمان أما إذا لم يرضى بحكم الله والرسول وإن كان أو الله أنا فتعرف قلبي قلبي في إيمان سمعت من شهر أحد المنافقين الكبار الذي يضع مع الأسف على رأسي عمامه ويسود وجوه العلماء يقول هل شققت على قلبي أنا مؤمن إذا نعرف أنه مؤمن أن الله موجوده بدي يأخذه ويأخذنا ولكن هل يطيع الله ورسوله لا ما في عمل هو ينصع مع الكفار ويؤيد الكفار ويؤيد قتل المؤمنين وإسهاق أرواحه فعمله على غير ما يرضي الله والرسول أما المؤمن ينصع لحكم الله ورسوله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في الصدر بالدعي الإيمان هذا شيء قلبي يعرفه الله إذا كان فعلا حقيقة أنا مؤمن ولا كذاب أعمل هذه الأعمال لمصارع أخرى وأما العمل فهو الذي يصدق الإيمان فإذا كان عملي الذي أكسبه وتصرفه من قولي وفعلي وسلوكي موافق لأمر الله ويظهر أني أعمله خشة لله فهذا دليل على أني مؤمن عملي يصدق ما في قلبي الإيمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقر في الصدر وصدقه العمل فإذا جاء العمل وكذبه كان العمل قتل المؤمنين كان العمل إزهق أرواح الأطفال والنساء كان 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 هذا ليس بإيمان لا يفعله هذا مؤمن أبدا هؤلاء الذين يصدقوا عملهم قولهم يقول عنهم الله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون أي الفائزون بمطلوبهم من سعادة الدارين سعداء في الدنيا ولو ظلموا في الدنيا فهم سعداء لأن لله حكم في إنزال المصائب بهم وسعداء في الآخرة لأن الله يدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين وأولئك هم المفلحون ثم يبين الله تبارك وتعالى في الآية التالية ثلاثة شروط هذه الشروط ينتج عنها الجزاء وهو الفوز في رضا الله في الآخرة والفوز بالسعادة في الدنيا فيقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم الفائزون من اسم شرط جازم فأولئك الفائق وقع في جواب الشرط ما هو جواب الشرط؟ أولئك هم الفائزون الصنف هدول الذين يتوفر فيهم هذه الصفات ما هي الصفات؟ من يطع الله ورسوله الشرط الأول طاعة الله ورسول فهو عنصرا سلوكيا في المؤمن فهو يطيع الله ورسول لا يطيع الفرعون لا يطيع زيد وعبيد لا يطيع المتسلطين الظلمين من الأجل أن يحقق مصالحه وزعامته ظنحاله صار زعيم ما صار زعيم الناس كلها تحتقر ولو خافت منه لأنه ظالم شرير إذن الشرط الأول ومن يطع الله ورسوله طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام الشرط الثاني خشية الله ويخشى الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله الشرط الثاني خشية الله وهو عنصر قلبي ونفسي يخاف من الله من أشيء يخاف من الله فيما مضى إذا كان له ذنوب عرفها أو وقع فيها عن غير قصد أو زلت قدمه فهو يخاف من الله أن يحاسبه عليها ولذلك يكثر من الاستغفار يستغفر الله وإذا كان ظلمه أخذ حقوق الآخرين يرد الحقوق إلى أهلها ما بكفيه يسرق مال الناس أقول استغفر الله ما بكفيه يقتل الناس أقول استغفر الله حق الله الله يطالب به أما حق العبد فيه حقان حق الله حق العبد الله نهى عن الظلم فعندما ظلم سيعاقبه الله على ظلمه هذا حق الله وعندما ظلم عبداً معيناً أو عبيداً من عباد الله يأتي يوم القيامة عبد المصدوم فيقول ربي يأتي مثلاً مقتول وقد حمل رأسه يتبح الناس أطفال ونساء ورجال يأتي يوم القيامة يحمل رأسه فيقول ربي سل عبدك فلان فيما قتلني فلينقذ نفسه آنذاك أمام أحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى سبحانه وتعالى إذن الشرط الثاني خشة الله يخشى الله من الظلمات الظلامات والآثام التي وقع بها في الماضي ويتقه الشرط الثالث تقوى الله أي فيما يستقبل من الزمان يتق الله يتق الله يعني يخشى الله فيفعل ما أمر الله به ويجتنب ما نهى الله عنه هذا المتقن الله أما الذي يخوض في المعاصي يقول لك التقوى التقوى الله سبحان الله هذا ليس المتقن الله إذن في المستقبل يتقه يعني يتق الله تبارك وتعالى فهذه الآية جمعت نواحي متعددة النص أبان في الأثر الأول في الأولا الأثر الظاهر وهو طاعة الله والرسول حسب الظاهر نرى فلان يطيع الله والرسول والثاني أبنته الآية بأنه الباعث من الداخل وهو خشية الله الخوف من الله الذي يجعله يفكر بما أزدب المعاصيه فيتراجع عنها ويصلح مسار سلوكه وفي المستقبل بيّن الله في هذه الآية يتق الله يعني يشتنب ما نهى الله عنه ويأتمر بأمر الله حتى يحقق لنفسه الربح والسعادة هؤلاء الذين يوجد فيهم هذه الصفات الثلاث قال عنهم الله هذا الجواب الشرط فأدائك هم الفائزون الذين تحققت فيهم الشروط فهؤلاء يغفرون بالنجاة من الشر يوم القيامة وبالربح العظيم والفلاح في الآخرة وهم الذين انحصر فيهم الفوز في اليوم الآخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة